ليلة ساخنة عاشها قطاع غزة شهدت قصفا إسرائيليا مركزا لمواقع تابعة للمقاومة وأراضي زراعية خالية ومناطق قريبة من الأحياء السكنية كهذا الحي الذي تعرضت فيه منازل لأضرار كبيرة بفعل القصف العنيف غضط هو خطة جبارة يعني أنا سمعته زنزال كان في دارنا دار يعني ضمر والله ما إلي السنة الساكن فيها شاريت الأرض وبنيتها بدعوا فيه مقاومين بدعوا فيه شهد أرض سكان يعني أرض يعني هن أرض زراعة وهن زراعة وهذا الشارع القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف طوال الليل ردت عليه المقاومة بوابل من الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة كما تصدت وسائط الدفاع الجوي للقسام بصواريخ أرض جو للطائرات الحربية أكثر من مرة تصعيد إسرائيلي يقابله إصرار المقاومة على تثبيت قواعد الاشتباك وتأكيد وحدة الساحات ورفض العدوان على الأقصى والمقدسات المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة عملية للاحتلال بأن القدس خط أحمر وهي جاهزة للذهاب لمعركة مفتوحة إذا لم تنتهي الإفتحامات في المسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات حذرنا منذ البداية من أن الاعتداء على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك سيفجر الأوضاع داخل وخارج فلسطين وهما كان بالأمس من هجوم للمقاومة من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة ثم كانت غزة حاضرة للرد وعدم السماح بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت معادة القصف بالقصف واليوم هناك عملية في الضفة الغربية هكذا نرسم لوحة كاملة لتكامل الفعل النضالي الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة كانت قد أكدت جاهزيتها لرد أي عدوان وقالت إن على الاحتلال وقف عدوانه على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه ويرى متابعون أن طبيعة الأهداف الإسرائيلية تؤشر على فشل الاحتلال ورغبته في احتواء التصعيد ولسيما مع خشياته من تفجر الجبهات المختلفة وإصرار المقاومة قولا وفعلا على وحدة ساحات الوطن أحمد غانم غزة الميادين